عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من مشروعات الوكالة وشهد اللقاء استعراض مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر السات 2 الذي تسلمته مصر في مارس 2023 في مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقال الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت الاختبارات الكهربية واختبار محاكاة الأحمال الدينماكية على النموذج الفضائي للقمر الصناعي مصر سات 2